عمل واحد يغفر الله به جميع ذنوبك لا تحرم نفسك من أجره روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الفرقان ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الزمر ومن أصول أهل السنة أن جميع من أسرف على نفسه من أهل الإيمان أو الشرك إذا تاب قبل أن يموت فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته ويغفر له وأما من مات على الشرك ولم يتوب فإن الله تعالى لا يغفر له كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء النساء وقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأما ما عداه فإن صاحبه في مشيئة الله إن شاء تفضل عليه فعفى له عنه وإن شاء عدل عليه فجازاه به يروي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من أهل الشرك كانوا قد أسرفوا على أنفسهم فقتلوا وأكثروا من الزنا والمعاصي فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن إن الإسلام وما تدعو إليه من التوحيد أمر حسن إن كان هناك كفارة تمحو ما اقترفناه قبل ذلك فنزل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الفرقان من الآية 68 إلى الآية 70 ونزل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الزمر الآية 53 ليدل على أن الله يغفر الذنوب جميعا ومنها الشرك لو تاب العبد وأناب إليه وأتاه وفي الحديث سعة رحمة الله عز وجل لمن أتاه تائبا وبما أننا مقبلون على شهر رمضان شهر الطاعة والمغفرة والعتق من النيران فإن التوبة النصوح قبل مواسم الخير من أسباب تطهير القلب من أذران الذنوب والمعاصي وتهيئته للسير في مدارج السالكين والرقي في درجات المقربين إذ المعاصي والذنوب حجب وأقفال على القلب تمنعه وتثبته عن السير إلى الله عز وجل ومتى ما تخفف العبد من أثقاله وزالت الحجب عن قلبه سمت روحه وعلت نفسه فحينها يجد نشاطا وإقبالا على الطاعة في رمضان فتجده يسابق في الخيرات بنفس مقبلة تواقة للخير لعلنا لا ندرك رمضان هذا فلنستقبله بالنية الصالحة باستغلاله والمسابقة فيه فلربما كانت النية خيرا من العمل ولعلنا إن أدركناه ألا ندركه مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر